أهلا بكم طرد داعش من آخر معقل له على الأراضي السورية بعد تحرير الجيش وحلفائه في محور المقاومة مدينة البوكمال بالكامل الجيش السوري دخل إلى البوكمال من ثلاثة محاورة محور السكري من الغرب ومحور المحطة الثانية من الجهة الجنوبية ومن جهة الحدود العراقية انطلاقا من قرية سويح من الجهة الشرقية تاركا منفذا وحيدا من الجهة الشمالية وهي الجهة التي انسحب منها داعش إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا حيث تمكن عدد من مسلحي داعش من تسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية بعد عبورهم إلى الضفة الشرقية للفرات العملية العسكرية سميت أم المعارك ضد أمريكا في الشرق السوري وآخر المعارك ضد داعش في سوريا التدخل الأمريكي في معركة البوكمال ينبع من أهمية المدينة فمن يسيطر عليها يمتلك المعبر الرسمي مع العراق مقابل القائم وبهذا يكون الجيش السوري بتحرير البوكمال قد أفشل المخططة الأمريكية الرامي إلى منع الجيش السوري من استعادة السيطرة على المعابر الرسمية في البلاد القضاء على داعش في سوريا يفتح المعارك لتحرير الشمال السوري في محيط إدلب من جبهة النصر وهي عملية عسكرية بدأها الجيش بتحرير أكثر من ثلاثين قرية في ريف حماء الشمالي الشرقي ومعركة الريف هذه في مرحلتها الأولى تهدف إلى الوصول إلى مطار أبو الظهور انطلاقا من محور خناصر تل الضمان أبو الظهور أما المحور الثاني فيركز على ريف حماء الشمالي الشرقي انطلاقا من قمحانة واللطامنة إلى خان شيخون والتفافا إلى أبو الظهور وبذلك يكون قد بدأ بتحرير الجهة الشرقية لأوتوستراد حلب دمشق الدولي